السلام عليكم ازيك شباب عاملية الاخبار معاكم محمد عبدالفتاح وان شاء الله في الفيديو ده ينكمل مع بعض بقية كورس اكسل مفروض ان انا هشرح في الفيديو ده دلت اف البسيطة و اف المركبة الاتنين دول من الدوال المهمة جدا 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 واللي بنسبة مية في المية هتحتاجهم هتحتاجهم لو انت شغال على برنامج الاكسل لو شايفين بقى ان الفيديو ده مهم بنسبالك ويبقى تابع معايا الفيديو اول حاجة هنشرحها هي دلت اف البسيطة المفروض امتى انا بلجأ لاستخدام دلت اف لما يكون عندي شرطه معين وعايز اقول لأكسل لو توفر الشرط ده اكتب لي في الخلية دي كزا لو ما توفرش الشرط ده اكتب لي في الخلية دي كزا يعني على سبيل المثال الجدول اللي قدامنا ده عندي هنا اسماء موظفين عندي المبيعات بتاعتهم عندي التارجت المطلوب تمام ادي ايه بالزبط فهنا عايز اقول لأكسل ان الموظف اللي مبيعاته هتساوي التارجت ده التارجت فيه ما فوق اكتب لي يس فهنعمل لي علامة صح او اكتب لي اتشيف ولو مبيعاته اقلم التارجت ده ابتدي اكتب لي نو او ناتا تشيف تمام او اعمل لي اكس اللي هي علامة الخطأ مهم فهاجي هنا كل بساطة يساوي اف افتح قوس زي ما انتم ملاحظين معايا الدلة بتتكون من ثلاثة اجزاء الشرط بتاعك ايه بعد كده لو اتحقق الشرط ده عايز ناكتب لك ايه بعد كده الجزء التالت لو ما اتحققاش الشرط ده عايز ناكتب لك ايه طب كل بساطة حاجة احط الشرط بتاعي فهقول له لو مبيعات محمد اكبر من او بتساوي التارجت طب هنا في سؤال هل انا محتاجة ثبت الخلية بتاعت التارجت دي اللي مكتوب فيها تلتمائة الف ولا لا زي ما اتفقنا قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت انك لو بتسحب المعادلة او هتنسخ المعادلة للخلية اللي تحت فانت لازم تعمل حسابك انك احتمال كبير تحتاج انك تسبت الخلية تمام او تسبت العمود او تسبت الصف فانا حاليا شغلي كله على الخلية دي بس فانا ازا محتاجة ثبت الخلية دي ليه لان انا بكل بساطة لو سحبت المعادلة دي لتحت تفاصيل المعادلة بتتحرك فبدل ما انا وقف عند التلتمائة الف هلاقي في الخلية التانية دي هلاقي نفسي واقف على الخلية اللي تحت من التلتمائة الف ولما جنسخ المعادلة درجة تحت كمان هلاقي نفسي نزلت من الخلية الفاضية دي للخلية الفاضية اللي بعدي مناه عشان كده بنلجا للتتزبيت يا جماعة اللي مش فيها من القصة بتاعت التزبيت هيلاقي انا الخاص بالتثبيت بتاع المعادلات. ده كان اول فيديو على فكرة انا شرحته في الكورس ده. فهاجي هنا اضغط انا كده سبت الخلية بتاعت التلتمية الف. علامة دولار قبل الاف وعلامة دولار قبل الاثنين. بعد كده كومة. لو تحقق الشرط ده عايز نكتب لك ايه? فاقول له ما بين كوسين صغيرين. لو هتكتب نصوص يبقى ما بين كوسين صغيرين. فهاجي هنا اقول له مسلا وافل الكوسين الصغيرين. بعد كده كومة. لو ما اتحقق الشرط فهقول له برضه ما بين كوسين صغيرين مثلا. وافل كوسين الصغيرين. نسحب المعادلة التحت بالشكل ده. اهو جي وقال لي هنا ربعمية وخمسين الف. ده اعلى من التلتمية. ازا هنا المية وخمسين الف اقل لي من التلتمية هنا تلتمية الف بتساوي التارجد ده ازا اتشيفد اتشيفد. مهما يا جماعة? طبعا اي تعديل لاحصل في المبيعات. يعني رجيت هنا وعملت مية الف. غيرها على طول وعمل لي نات اتشيفد. طب واحد يقول لي لو انا مسلا. عايز استخدم دلة اف مع علامة الصحة والغلط. يعني اللي حقق يديني علامة صحة. محققش يعمل لي علامة غلط. فهاجي هنا اقول له يساوي اف افتح كوس. الشرط بتاع ايه هو هو? لو ده اكبر من او بيساوي التارجد ده. وطبعا بنثبت التارجد ده. كومة. لو تحقق الشرط. المفروض ان انا لو كعملت البي كابيتل تمام? لو كتبت هنا فدي معناها لو تحقق الشرط يعمل لي علامة الصح. يبقى اللي بيعوض عن العلامة الصحة هو البي كابيتل تمام? من الكيبورد. واللي بيعوض عن علامة الخطأ فاللي هي الاو كابيتل. فهاجي هنا صح لو الرجل ده حقق اكتب لي بي كابيتل تمام? بعد كده كومة. لو الرجل ده محققش اكتب لي او كابيتل زي ما قولت البي صح ال او خطأ بعد كده عافل الكوس انتر هنا طبعا مفروض بس نحط ما بين قوسين البي وال او زي ما قولت اي مصوص لازم تحطها ما بين قوسين صغارين بالشكل ده تسحب المعادلة بتاعتك انا هنا طلع لي او بي عايزين بقى نحولهم لعلامة صح وخطأ فبتيجي هنا في نوع الخط وتعمل في السيرش دابليو اي ان اهو ظهر لك في السيرش الكلمة دي بتيجي بس بعديها مسافة وتضغط على رقم اتنين انتر زي ما انتم ملاحظين معايا اهو نكبر الخط شوية اي دي ده مسلا ما حققش وده محققش فعمل لي علامة خطأ وده حقق وده حقق عمل لي علامة صح يبقى بي كابيتل دي اه اللي هي علامة الصح ال او كابيتل دي اللي هي علامة الخطأ عملناها ازاي يا جماعة زي ما انتم ملاحظين معايا ممكن دابل كليك او ممكن نقف هنا كتبت الشارت وجيت لو تحقق الشارت قلت له بي كابيتل لو ما تحققش قلت له او كابيتل بعد كده روحت هنا من العلامة اه او من نوع الخط واخترت نوع الخط ده ويندينج تو تمام ودست انتر فاتحولوا لي كلهم من بي لصح ومن او لخطأ ده كان استخدامات دلة اف البسيطة نيجي بعد كده هنا استخدامات بتاعة اف المركبة ودي المفروض انا بستخدم يا جماعة دلة اف اكتر من مرة يعني في الخلية الواحدة بكتب اف اكتر من مرة ممكن تلات مرات اربع مرات كل ما زادت الشروط بتاعتك كل ما زودت اف انا هنا عند اكتر من شارت فهكتب اكتر من اف في الموادلة الواحدة فهاجي هنا عند التقدير ده دي زي ما انتم لحظين معا دي نتائج بتاع الطلاب عايز اطلع هنا مين جايب امتياز مين جايب جدا مين جايب مين مقبول فحطت هنا مجموعة شروط الرجل ده لو النسبة بتاعته خمسة وتسعين في المية في ما فوق امتياز خمسة وسبعين في المية في ما فوق جايب جدا في ما فوق دي طبعا يعني لحد قبل الخمسة وتسعين خمسة وستين في المية في ما فوق جيد ودي طبعا من خمسة وستين لحد قبل الخمسة وسبعين. وهنا بعد كده مقبول خمسين في المية في ما فوق يعني لحد قبل الخمسة وستين. وطبعا اقل من خمسين ده المفروض راسب. فالمفروض هستخدم لخمسة وتسعين في المية اف وخمسة وسبعين في المية اف وخمسة وستين في المية اف وخمسين في المية اف. فهاجي هنا اقول له يساوي اف افتح قوس. الشرط بتاعك. الشرط بتاعي لو نسبة الطالب ده. اكبر من او بتساوي النسبة دي وطبعا بثبت النسبة دي اللي يحصل في الحالة دي كومة بقوله اكتب لي الكلام اللي مكتوب في الخلية دي وطبعا بثبته مهام بعد كده كومة واكتب اف كمان مرة وافتح قوس لو النسبة طبعا مش هعرف اضغط هنا على النسبة فهضغط على الخلية اللي جنبها وتحرك سهم شمال عشان اقف عليها لو النسبة دي اكبر من او بيساوي الخمسة وسبعين في المية بثبتها اللي يحصل كومة واقوله اكتب لي اللي مكتوب في الخلية دي وطبعا بثبته بعد كده كومة اف افتح قوس لو النسبة برضو بتاعات الطالب ده مهام اكبر من او بتساوي الخمسة وستين في المية ويهي بثبتها اللي يحصل كومة واقوله اكتب لي اللي مكتوب في الخلية دي وبثبتها بعد كده كومة اف افتح قوس لو النسبة بتاعات الطالب ده اكبر من او بتساوي الخمسين في المية دي سبتها اللي يحصل اكتب لي اللي مكتوب في الخلية دي وبردو بثبتها بعد كده كومة طيب انا دلوقتي هو مش جايب لا جايب فوق الخمسين ولا فوق الخمسة وستين ولا فوق الخمسة وسبعين ولا فوق خمسة وتسعين ازا معناته ده ايه ان هو جايب اقل من خمسين في المية تمام لان انا اقل له عند اعلى حاجة اللي هي خمسة وتسعين في المية فيه ما فوق ده كده امتياز وخمسين في المية فيه ما فوق ده كده مقبول طب هو مش جايب اي حاجة من خمسين لتسعين ازا عن الراجل ده راسب تمام هم فهاجي بعد القومة دي ما بين قوسين صغيرين واكتب له يا كلمة راسب واقفل القوسين الصغيرين انتر هيقول لي عايز تقفل الاخواز بتاعتك دي فهقول له طبعا احنا كل افت فتحت لازم تقفل القوس بتاعها فهقول له اه افل هالي يس فاجيه وقال للراجل ده جايب امتياز ننسخ المعادلة تحت. هنا ده تسعة وستين في المية. تمام جايب جيد احنا فعلا من خمسة وستين في المية لحد قبل خمسة وسبعين جاي. هنا ده جاي بواحد وسبعين في المية. جيد. هنا واحد وكمسين في المية مقبول. ما تيجي كده نسقط اي حد? الرجل المقبول ده ممكن نسقطه. هنا مثلا عشرة. ايه اللي حصل هنا? ستة واربعين في المية كتب لي راسب. انا كده شغال مزبوط وتمام التمام. انا عارف ان دا اللي تقفل المركبة? تقييلة شوية فعشان كده انا حاطت نسال تاني على دلة اف المركبة عندي هنا دي مبيعات كل مواصف والشركة هنا حطة شرط بتقول فيه ان الرجل اللي مبيعاته تمام اكبر من او بتساوي التارجة اللي هو خمسمائة الف بياخد كوميشا او عمولة سبعة في المين واللي مبيعاته ربعمائة الف فيه ما فوق بياخد كوميشا او عمولة ستة في المين واللي مبيعاته ثلتمائة الف فيه ما فوق بياخد عمولة تلاتة في المين واللي مبيعاته امتين الف فيه ما فوق بياخد عمولة واحد في المين. فزي ما تما تؤ overlap عندي اكتر من شرط ازا اوتوماتيك هستخدم اف المركبة. فيجي عند الكوميشا هنا عايز يكتب لي يا سبعة في المين الرجل ده ياخد يا ستة في المين ياخد يا تلاتة في المين ياخد يا واحد في المين. فيجي هنا اقول لو يساوي اف افطح قوس. لو مبيعات محمد اكبر من او بتساوي التارجت ده واسبته ايه اللي يحصل اكتب لي القيمة اللي مكتوبة في الخلية دي وبسبتها بعد كده كومة اف افتح قوس لو برضو مبيعات محمد هو هو نفس الموظف اكبر من او بتساوي التارجت ده اسبته ايه اللي يحصل كومة واكتب لي اللي مكتوب في الخلية دي واسبته كومة لو مبيعات محمد برضو بس الاول اف افتح قوس لو مبيعات محمد اكبر من او بتساوي التارجت ده اسبته ايه اللي يحصل لو اتحقق الشرط ده اكتب لي اللي مكتوب في الخلية دي واسبتها بعد كده كومة اف افتح قوس لو مبيعات محمد برضو اكبر من او بتساوي اللي مكتوب في الخلية دي اسبتها ازا اكتب لي اللي مكتوب في الخلية دي واسبته كمام يبقى لو تحقق التارجت ده اكتب لي ده لو تحقق ده اكتب لي ده لو تحقق ده اكتب لي اللي هنا لو تحقق ده اكتب لي اللي هنا وبعد كده كومة في حالة ان الراجل ده ما حققاش اي حاجة من الشروط دي كلها فما بينك وسين صغرين ممكن نقول له مثلا انتر نسحب المعادلة دي لتحت تمام كده انا كده النتائج بتاعتي طلعها مصبوطة الرجل ده ربعمائة الف كامل ربعمائة الف ستة في المية طب لو خلناهم تلتمية وعشرين الف كتاب لي كام? كتاب لي تلاتة في المية. تمام? ازا انا كده شغال تمام التمام. ده كان بكل بساطة اه الجزء الخاص بف البسيطة وف المركبة. لو انتم شايفين بقى الفيديو ده مهم او لو انت استفدت من الفيديو ده فاتمنى انك تعمل لايك للفيديو اه ومتنساش تشترك في القناة ومتنساش تفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد انا بنزله في القناة والا اشوفك على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي بانه.